رأي جديد أجرته شبكة سي أن أن مساء الأربعاء نائبة الرئيس كامال هارس تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ولاتي ميشيغن وويسكنسون ولكن المرشحين متعادلان في ولاية بنسلفينيا قبل الخامس من نوفمبر وتتقدم هارس على ترامب بنسبة 48% مقابل 43% بين الناخبين المحتملين في ميشيغن ونسبة 51% مقابل 45% في ويسكنسون وهما إثنتان من ثلاث ولايات متأرجحة مهمة أطلق عليها اسم الجدار الأزرق بينما ساعدت الرئيس جو بايدن في هزيمة ترامب عام 2020 ماذا تعني كل هذه الأرقام في الاستطلاعات الأخيرة في هذه الولايات المتأرجحة ولماذا يرفع كلا الحزبين علامات النصر فيها وما مدى تغير المعطيات في هذه الأيام الأخيرة وما هي آخر المعطيات أيضا في البلاد المتأرجحة هل سيكون الجدار الأزرق المتأرجح هو الحاسم في السباق الرئاسي الأمريكي المحتدم والحد الفاصل بين هارس وترامب ليقول قولته من هو فيهم المنتصر والمنهزم في أشرس معركة انتخابية رافقتها تحولات ومفاجآت كثيرة وكبيرة ولم تخلو من مشاهد مثيرة وساخرة أعطت للسباق نكهة خاصة استغل كل من المرشحين فيها هفوات تصريحات الخصم أو أنصاره إلى كوميديا ساخرة قل نظيرها في ولايات الحسم أو ما تسمى بالجدار الأزرق وسكنسون وميشيغين وبنسلفانيا على ما يبدو ستبقى وتيرة استطلاعات الرأي فيها والتصويت المبكر وحتى اللحظة الأخيرة من الخامس من نوفمبر تلك الوتيرة تدق على إيقاع القلق المتأرجح صعودا ونزولا ففي آخر استطلاع رأي أجرته شبكة سي أن أن مساء الأربعاء أظهر تقدما لهاريس على ترامب بنسبة 48% مقابل 43% بين الناخبين المحتملين في ميشيغين وبنسبة 51% مقابل 45% لترامب في ويسكنسون فيما تعادل كلاهما في بنسلفانيا بـ 48% استطلاعات الرأي التي رافقت الحملات الانتخابية لكل المرشحين هي الأخرى أظهرت حالة من التقدم المتأرجح بين هاريس وترامب وفي ظل احتدام المنافسة لا سيما في الولايات المتأرجحة لم يظهر أي من كلا المرشحين تقدما مريحا يضمن توقعات أكثر دقة خاصة أن هناك هامش خطأ في استطلاعات الرأي يصل تقريبا لـ 3% وبالتالي فإن الفوارق الضئيلة في تقدم أي من المرشحين ستظل تحبس الأنفاس حتى إعلان النتائج وستصعب كثيرا من مهمة الأصوات التي لم تحسن بعد اتجاه بوصلتها تحظى قضية الهجرة والطاقة باهتمام لدى الناخبين الأمريكيين خصوصا في بيترسبورغ في ولاية بنسلفينيا حيث يعيش آلاف المهاجرين من أصول أوروبية وأفريقية في هذه المدينة التي تعرف كذلك باسم عاصمة الطاقة الأمريكية في القرن التاسع عشر قبل أيام تفصل الأمريكيين عن يوم الانتخابات لا تزال أصوات الناخبين في مقاطعة أليجيني بولاية بنسلفينيا تتأجح بين هاريس وترامب وفي مدينة بيتسبرغ أكبر مدري المقاطعة والمعروفة بعاصمة الطاقة منذ القرن التاسع عشر يعيش أويس وسط مخاوفة مما قد تحمله الأيام له وصلت إلى الولايات المتحدة وعمري ثمانية عشرة سنة كانت المدينة ترحب باللاجئين والمهاجرين واليوم نحمل شهادات جامعية أمريكية ولدينا أعمال خاصة ومشروعات متنوعة شاركنا في ازدهار هذه المدينة عبر عقود ولكن الوضع تغير قبل أربع سنوات مع قرار حضر دخول من يحملون بعض الجنسيات ومنها الصومالية أصبحنا نتعرض للكراهية وأحيانا للتمييز استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب نسبة الفوز بين هاريس وترامب في بنسلفينيا وعلى الأرض يمكن رؤية ذلك أيضا ولا يكاد منزلان متلاصقان في بيتسبرغ يؤيدان ذات المرشح أعتقد أن قضية الهجرة ستلعب دورا كبيرا هنا أرفض دعوات الكراهية وأرفض من يقف أمام لمشا من الأسر لدينا عائلات مشتتة وأبناء لا يستطيعون دخول الولايات المتحدة وفي المقابل أشعر أننا نعيش فوضى سياسية خارجية كذلك ولا أريد لأطفال أن يعيشوا في عالم يتبادل الجميع في التهديدات باستخدام الأسلحة النووية وتتمتع بيتسبرغ بموارد طبيعية عدة وهو ما يبرر اهتمام الناخبين بقضية إنتاج الطاقة في الولاية أكثر ما يهمني في هذه الانتخابات هو قضية الطاقة منزلي يعمل بالطاقة الشمسية فهي توفر لنا كثيرا من فواتير الاستهلاك وسط التضخم الذي نعاني منه منذ سنوات بالإضافة إلى أنني أهتم بملف الهجرة كذلك وأنا أنحضر من أسرة أتت من أوروبا قبل عقود ولا يجب أن نرى أي تمييز ضد المهاجرين أصوت لصالح من يعيد الطاقة إلى هذا البلد لدينا أولويات أساسها إنتاج الطاقة التي تقوم عليها قطاعات الصناعة المختلفة ولذلك يجب أن تكون أولوية للجميع في هذه الانتخابات وفاز بايدن في انتخابات عام 2020 بنحو 59% من أصوات مقاطعة أليجيني ليحسم بذلك السباق في بنسلفينيا ويفوز فيما بعد بالرئاسة تشغل قضيتها المهاجرين والطاقة بالكثير من الناخبين في بيتسبرغ والتي قد تحسم التصويت وتهدي مقاعد بنسلفينيا التسعة عشر لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سارة نور الدين الحرة من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفينيا ينضم إلينا من واشنطن نائب رئيس التحرير وخبير استطلاعات الرأي في إنسايد إلكشنز الأستاذ جايكوب روبشكين أستاذ روبشكين ما معنى التقدم في استطلاعات الرأي ماذا يعني التقدم كامالة هارس على ترامب في بعض الولايات وتسويها معه في أخرى بعد عام 2016 هل فعلا ممكن الوثوق باستطلاعات الرأي نعم سؤال جيد الاستطلاعات لم تقيم أداء دونالد ترامب في العام 2016 و2020 بطريقة ملائمة لذلك لابد من أن نشكك باستطلاعات الرأي التي تظهر تقدماً لهارس بفارق جديد ضئيل جداً على المستوى الوطني وتقدم ترامب في بعض الولايات المتأرجحة كبنسلفينيا نيشيغن أريزونا جورجيا نيفادا إلى آخره وطبعاً المسؤولون عن الاستطلاعات حاولوا تخفيف هامش الخطأ ولكن الواقع هو أننا لا نعرف إن كانت هذه التعديلات التي قاموا بها ستجعل الاستطلاعات أكثر دقة هناك الكثير من عدم اليقين فيما تعلق بالاستطلاعات هذا يجدر أن نأخذه بعين الأتبار في تحليلاتنا قد يكون هناك تقليل من شأن ترامب أو شأن هاريس كما حصل مع باراك أوباما كل ما يمكننا أن نؤكد هو أن الأرقام متقاربة جداً في كل الولايات وفي البلاد بشكل ما هي الولاية التي برأيك الولاية الوحيدة التي يجب النظر إليها كثيراً ليلة الانتخابات في الخامس من نوفمبر يوم الثلاثاء هل هي نورث كارولاينا؟ هل هي بنسلفينيا؟ ما هي هذه الولاية التي ممكن أن تقلب المعايير بالنسبة للحزبين أو المرشحين؟ أعتقد بنسلفينيا هي أكبر الولايات المترجحة مع 19 صوتاً أساسياً لأنخبين الكبار ويمكن أن تقدم الكثير للمرشحين ترامب وهاريس أكثر من أي ولاية أخرى وبالتالي لا بد من مراقبة بنسلفينيا عن كثب قد نضطر لأن ننتظر عدة أيام قبل أن تصلنا النتائج عن بنسلفينيا كذلك نورث كارولاينا أنا سأركز عليها لأنها تحتسب أصواتها بسرعة كبيرة لو فازت هاريس في نورث كارولاينا فسيكون ذلك واضحاً يوم الثلاثاء وعندها سيكون صعباً جداً على ترامب أن يفوز في الانتخابات أنا سأتابع بنسلفينيا ونورث كارولاينا طبعاً الولايات الأخرى المتأرجحة مهمة كل مرشح يحتاج إلى مزيج للوصول إلى الأصوات المائتين والسبعين الضرورية للفوض أنت تقول بأن أرقام التي ستحتسب بسرعة للولاية التي تعتبر ولاية صغيرة هي نورث كارولاينا إذا كانت لمصلحة هاريس فإنه من الصعب لبايدن أن يفوز بالانتخابات وبالتالي النظر سيكون متوجهاً إلى بنسلفينيا هل هذا صحيح؟ نعم تماماً نورث كارولاينا فاز فيها ترامب في العام 2020 هي من الولايات المتأرجحة التي فاز فيها ترامب أيضاً في العام 2016 لو فازت هاريس اليوم يكون ذلك مؤشراً إيجابياً بنسبة إليها طبعاً لا يضمن الفوز في نورث كارولاينا أنها ستكون الرئيس ولكن لو تمكنت من الفوز في هذه الولاية هذا يعني أنها تحصل على تصويت الناخبين الذين تحتاج إليهم عبر البلاد لذلك ركزت على نورث كارولاينا هناك في نورث كارولاينا تغلق الاستطلاعات في الساعة السابعة ونصف مساء وسنحصل على نتائج بسرعة أكبر بكثير منه في بنسلفينيا التي تتأخر فيها ساعة إغلاق السناديق هناك طبعاً أيضاً أريزونا ونيفادا على الساحل الغربي قد لا نحصل على النتائج فيها إلا في الليل في وقت متأخر بنسلفينيا مهمة بالنسبة لعدد الأصوات ونورث كارولاينا بالنسبة لسرعة لقزيم الأصوات صعوبة بنسلفينيا هي بأن هناك تعادل فيها المرشحين متساويين فيها وبالتالي كما تقول ممكن أن لا تصدر أي نتيجة واضحة ولكن نظراً لما يعرف ببروجيكشنز التي تقوم بها وسائل الإعلام أو التوقعات هل ممكن أن نحصل على نتيجة أم سنضطر لأن يكون هناك عدم حسم في هذه الليلة وننتظر حسم الأصوات في ولاية بنسلفينيا وأيضاً في ولاية جورجيا أنا سأفاجأ لو كانت هناك إسقاطات في أي من هذه الولايات أو نتائج قبل يوم الأربعة وحتى الخميس صباحاً نتذكر في العام 2020 كيف تقررت النتائج في جورجيا الفارق واحد بالمئة بنسلفينيا واحد ونصف في المئة والنتائج أعلنت بعد يومين أو ثلاثة قد تكون النتائج أسرع الآن ولكن لا أرى سيناريو نجد فيه فائزاً يوم الثلاثة وحتى الأربعة ستكون لدينا مؤشرات حول توجه الانتخابات على أساس بعض المقاطعات التي نراقبها عن كثب تكلمت عن مقاطعة أليغيني في بنسلفينيا تحتاج هاريس أن تفوز في هذه المنطقة وكذلك في بيتسبيرغ عليها أن تنجز أفضل أو يكون أداؤها أفضل من أداء بايدن كل ذلك يعطينا مؤشرات أما بالنسبة للنتائج النهائية خاصة لو كانت الأرقام متقاربة قد لا نعرف قبل ثلاثة أو حتى أربعة أيام من فاز في الانتخابات وعلينا أن نتذكر أن لا مشكلة في ذلك الأهم ليس أن نعرف من هو الفائز يوم الثلاثة بل نتأكد من فاز بطريقة مشروع سؤال أخير برأيك هل الناخبين الذين لم يحددوا قرارهم بعد هل ممكن أن يجري شيء ما لتغيير قراراتهم وللتأثير على نتيجة نهائية بدقيقة لو سمحت طبعا تحاول الحملتان تنفق مئات ملايين الدولارات حتى في هذه الأيام الأخيرة للحصول على أصوات من لم يقرر حتى الآن لمن يصوت أعتقد أن الكثيرين من هؤلاء لابد من أن يقرروا الآن لأن الوقت بدأ يفوت عليهم أن يختاروا وفق قرارهم أو شعورهم حتى الآن من لم يقرر بين المرشحين رغم كل ما سمعنا منهما وما رأينا منهما في السنوات الأربعة والثمانية الماضية إن لم يقرر أي شخص لا أعتقد أن أي معلومات أخرى ستغير من موقفهم المهم هو الدفع بالناخبين إلى التوجه إلى صناديق الإقترح شكرا لضيفنا الأستاذ جايكوب روبشكين على هذا النقاش شكرا للمشاهدة